السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله حمدا يليق بجلال عبنا وعظيم سنطانه اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا أو أكرمتنا بها أو جدت بها علينا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد في كل يرسل وحين ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله حقائق النعم التي نحن اليوم فيها نعيش فيها ونتعايش بها وتعقى لنا إنما هي من منعم واحد ألا وهو الواحد أنعم فأسدل جاد فمن فله الحمد في الأولى وفي الآخرة سبحانه وتعالى أق apocalypse وического ما سلén وMarkا spoke والله أقصر يوكان الله سبحانه وتعالى وذرا و reach out to washing الله بلاي blevر söyle في الإلكتماع أين قد حيث はق ، سبحان الله سبحانه وتعالى نعمة أنفسكم هو منكم من کل دجاء الله ومن خدمًا حظه شكرا نعمة يوں欄 نعمة جوี OVER نعمة جويل حيث نعمة نعمة Yang sebenarnya Yang begitu dermawan Begitu luar biasa Kedermawanannya Sehingga Memberikan Pemberian Dan anugerah Yang berlampah-lampah Maka baginya lah Baginya lah Segala pujian Dari awal Hingga terakhir Kalian Hanya bagi Allah سبحانه وتعالى مَتَا تَكُونُ النِعْمَ نِعْمَ وَمَتَا تَكُونُ النِعْمَ نِقْمَ يَذِي النِعْمَ رُبَّمَا تُحَوَّل أن تَكُونَ بدل أن تكون نِعْمَة تَكُونُ نِقْمَ على هذا الإنسان لأن الله جعل من هذه النعم نعمة النسيان ولولا هذه النعمة النسيان للإنسان ما تحمل في هذه الدنيا كم يرى من المآسي كم يمر عليه من الأشياء التي تحزنه في حياته فالله جعل نعمة النسيان نعمة ولولا هذه النعمة للإنسان ما تحمل أن يعيش في هذه الحياة ولكن الله جعل هذا النسيان لينسى الإنسان هذه الهموم والظروف السيء التي تمر عليه في حياته والله بيّن أن هذه نسى بها آدم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسيا ولم نجد له عزم لكن هذا النسيان ليس في كل وقت وليس في كل حين لا بد أن نفهم متى يكون النسيان مطلوبا ومتى يكون النسيان مزموما عند هذا الانسان وانا يحب علينا زموما عند تريد من نمت من جاب يحب علينا من نمت يحب علينا لأن المتأكد من نمت لأنها قمة نمت من كديم أنه صعب أن نمت الجواني دون نمت لا نمت ه أستهل صعب الأحصر صعب الأحصر صعب الأحصر تَقْبِيَفْلَ مفتُرِيهَ وَمَطِيَفْلَهُ escrito يليس سوirmiً توازيك وَالْإِنِ السَّيَانُ الْمَدْمُومُ الَّذِي دَمَّهُ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ وَهَذَا النِّسِّيَانَ الَّذِي لَا يُرِيدُهُ اللَّهُ مِنَّا هذا النسيان الذي أخبرنا عنه الذين دخلوا فيه من قبلنا وهلكوا وهذا النسيان قال عنه الله جل جلاله في كتابه وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهُ نَسُوا اللَّهُ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَاهُمْ كيف نستخدم النسيان لأنسى الله جل جلاله نَسَلَّرِي خَلَطَنَا أَعْطَنَا أَكْرَمَنَا جَادَ عَلَيْنَا فَنَحْنُ سَخْدَمْنَا نِعْمَةً نِتِيان في مَكَانٍ غَيْرَ مَكَانِهِ فَكَانَتْ نِخْمَةً عَلَى هَذَا الْإِنسَان لَيْتَسْنِعْمَةً Maka Allah SWT menceritakan bagaimana penempatan lupa ini apabila tidak digunakan pada tempat yang akan menjadi musibah besar menjadi sebab kehancuran sehingga Allah SWT beringkatkan dalam Al-Quran yang mafumnya dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang lupa pada Allah sehingga Allah SWT buat mereka lupa pada diri mereka sendiri ini karena mereka lupa pada Allah SWT lupa pada jatuhnya lupa pada Allah SWT oleh Allah SWT dibenti Cya Allah SWT Jicera جعل bap الرزق الذي نفافه عليه عنده هو Thussar'Au هذا الذي يخيفنا كلنا لو تألنا أي إنسان في هذه الدنيا رجالا نساء شبابا عربا عجما متعلمين أميين نقول ماذا تخاف قال أنا أخاف من الرزق لأن الرزق هو مصدر حياتي ومصدر إعاشتي في هذه الدنيا فالكل منا يخاف من الرزق لأنه ما أعرف أين الرزق وكيف يجلب الرزق لذلك هذا الذي جعلنا نخاف لهذه الدنيا دعون تبا يا شتاني الله سبحانه وتعالى مقا الله سبحانه وتعالى pegang sendiri secara langsung masalah رزق supaya orang mengenal الله سبحانه وتعالى sebab pada umumnya dimanapun yang tua, yang muda, yang berdekan yang buta huruf, yang pelajar laki-laki, perempuan, Arab, Ajam sama saja semuanya khawatir pada رزق Bila ditanya dan dia mau jujur itulah jawabannya saya khawatir bagaimana masa depan saya bagaimana رزق saya tapi dia tidak tahu رزق dapatnya dari mana kapan diturunkan berapa dia dapatkan dapat atau tidak dia tidak tahu semuanya sehingga dia pun takut akan urusan رزق فالناس أرادوا أن يتعرفوا على الرزق وما أرادوا أن يتعرفوا على الرزق سبحانه وتعالى والرزق يقول لهم الرزق ليس هنا أن الرزق ليس في الأرض بل الله يريد أن يبين لنا نحن المؤمنين المسلمين الذين يقرؤون القرآن أنكم لا تخافون على رزقكم لن يأخذه أحد غيركم لأن كل رزق مقسوم لهذا الإنسان في هذه الدنيا فالله وعدنا بحفاظة الرزق فقال لنا مبينا أين الرزق وفي السماء رزقكم وما توعدون ليس في الأرض وإنما في السماء ليكون محفوظا عند الله سبحانه وتعالى لا يتصلف عليه أحد لا يأخذه أحد وإنما محفوظ في السماء عند الله جل جلاله سبحانه وتعالى حتى نتيقن أن الرزق لا يستطيع أحد أن يأخذه إلا بأمر الله سبحانه وتعالى وهو محفوظ في السماء الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى بأمر جلاله بأمر جلاله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى وإنما في السماء وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى لأنه يعرف أن هذا الإنسان لا يصدق فالله أقسم بذاته في باب الرزق بعدما قالوا في السماء رزقكم وما توعدون فأقسم بذاته فقال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنصقون أقسم بنفسه جل جلاله أن الرزق حق وفي السماء محفوظ وما قال مثل ما أنكم تشاهدون لأن الإنسان ربما لا يشاهد الحقائق بعينه ولكن يتيقن أنه هو الذي يتكلم فالله يقول مثل ما أنكم تتسقون أي مثل ما أنكم متيقنين على نفتكم إنهم لأود تتسقون على أن رسلكم في السماء ليس في الأرض الله سبحانه وتعالى dalam Al-Quran bersumpah dengan berbagai macam benda dengan langit bumi matahari bulan asar subuh duha dan lain-lainnya semuanya digunakan untuk bersumpah oleh Allah سبحانه وتعالى akan tadi khusus untuk urusan رسلكم ini Allah سبحانه وتعالى betul-betul mahatau bahwa manusia sangat ragu dengan urusan رسلكم sehingga untuk urusan رسلكم Allah سبحانه وتعالى bersumpah atas nama dirinya sendiri فَوَرَبِّكَ مَكَ دَمِي رَبْمُ setelah menerangkan وَفِيْسَمَا إِرِسْفُكُمْ وَمَا تُعَدُونَ kemudian Allah melanjutkan فَوَرَبِّكَ مَكَ دَمِي رَبْمُ إِنَّهُ لَحَقْفُونَ فَوَرَبِّكَ سَمَاءِ وَالْأَرْضِي مَكَ دَمِي رَبْمِي رَبْمِي إِنَّهُ لَحَقْفُونَ itu sebenarnya adalah suatu kebenaran مِسْلَمَا إِنَّهُ لَحَقْفُونَ sebagaimana pembicaraan kalian apa yang harus pembicaraan kalian kita dengan urusan-urusan lain bisa ragu-ragu ini benarkah dari sifulan benarkah pembicaraan sifulan benarkah tulisan sifulan tapi dengan omongan kita pasti kita yakin ini suara saya ini kalau kita ngomong kita gak bisa gak yakin oh ini saya yang ngomong ini ini suara saya ini maka bagaimana kalian yakin bahwa yang keluar dari lisan kalian adalah pembicaraan kalian lainnya seperti itulah keyakinan bahwa risiko yang ada di langit dalam kekuatan Allah 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 وقادر سبحانه وتعالى أن يرزقنا بالأسباب وبدون الأسباب لأن المثبب هو المثبب هو فالسبب وسيلة Allah قادر يرزق بدون السبب وقادر يرزق بالسبب فعلى قدر يقيننا وإيماننا وتوكلنا عليه يكون الرزق لنا فإن نحن تيقننا على أن الله الرزاق وآمنا به أنه الرزاق وصدقنا عنه الرزاق فممكن أن يأتي رزقنا من غير سعب ومن غير كثرة أسباب لأن هذا الأمر بين لنا الله جل جلاله في القرآن مريم وهي في بيت المقدس هنا الله بين لنا ماذا كان يرزقها كلما دخل عليها زكري المحراب وجد عندها رزق قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حسابه فاكهة الشتاء في الصيف من الذي أدخلها في المكان المغلق الذي لا يدخل فيه أحد ولكن هذا فعل الواحد الأحد سبحانه وتعالى يرزق من يشاء كيف يشاء سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى حضر رحمكم الله سبحانه وتعالى تَجَالَ يَاكِنْ كِرَا سُمْبُرْنَا بَدَ الله سُمْتَالَ يَاكِنْ كِرَا سَمْتَالَ يَاكِنْ كِرَا سَمْتَالَ بَإِلْسَمْتَالَ بَإِلْسَمْتَالَ يَاكِنْ تَ encanta يَاكِنْ كِرَا سَمْتَالَ يَاكِنْ كَالب statutory بِابَةً يَاكِنْ��َ عندما قالت لزكريا الله يرجع من يشاء بغير حساب هو زكريا تذكر أن هناك عنده من الأسباب التي لا تجعله ينجب أو يأتي بالبني فهو تذكر هناك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لذنك برية طيبة من الذي دعا زكريا الآن هذه الدعوة على أن الله الفعال مريم وهي امرأة ولكن أثرت في أنها ذكرت زكريا أن الله يرجع من يشاء بغير حساب فتذكر زكريا أن عنده من الكبر وأن امرأته لا تنجب فدعا هناك الله جل جلاله هناك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لذنك ذرية طيبة إنك تميع الدعاء هنا الزكريا تذكر بكلام مريم أن الله يفعل ما يشاء فطلب مباشرة من الله الطلب فطلب مباشرة من يشاء بغير حساب ماذا أعطى الله زكريا حضر رحمة الله begitu Maryam عليه السلام mengatakan إن الله يرزقه من يشاء بغير حساب سميع الله سبحانه وتعالى memberikan rezeki siapun yang Allah kehendaki tanpa berhitungan maka Nabiullah زكريا عليه السلام menjadi teringat bahwa beliau punya satu asbab halangan untuk mendapatkan anak karena beliau sendiri sudah tua sedangkan istrinya diduga juga sudah tua dan mandun maka saat itulah beliau menjadi teringat bahwa Allah سبحانه وتعالى yang maha kuasa yang maha segala-galanya tidak terikan dengan asbab semuanya dari Allah yang memberikan kesan di dalam hati Nabi زكريا adalah Allah سبحانه وتعالى dengan perantaran siapa dengan perantaran seorang wanita yang masih kesih Allah سبحانه وتعالى maka saat itulah seketika itu pula Nabi زكريا عليه السلام berdoa pada Rabbim Rabbim ya Rabbim berikanlah padaku dari sisimu zurriya keturunan yang baik sebenarnya engkau adalah zat yang sangat maha dari berlarium tut Allah menyatakan M bahsera jajah dan apal apal وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك هو ما تحمل الخبر لأنه الآن يدعو ويأتي الخبر مباشرة من الله فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا جاء عنده السؤال أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء يفعل ما يشاء في أي وقت يشاء في أسرع وقت يشاء هو ما يشاء سبحانه وتعالى يفعل الله جل جلاله سبحانه وتعالى maka begitu Nabi SAW selesai berdoa saat itu pula Allah SAW langsung kabulkan doa sehingga Allah SAW ceritakan dalam Al-Quran dengan maka seketika itu juga فنادته الملائكة maka ملائكة datang saat itu juga dan memanggilnya وَهُوَ قَاء مِن يصلي في المحراب waktu itu Nabi SAW sedang berdiri di محراب أَنَّمْ لَهَ يُبَيْشِرُكَ لذلك نحن إذا نحن الآن نحن نعجز أنفسنا في الرزق Allah قادر أن يرزقنا بالأسباب البسيطة وبدون أسبابه ولكننا إذا نحن نطالب الله بالأسباب فالله يطالبنا بالأسباب فالله سبحانه وتعالى فين مريم عليها السلام قبل قليل تقول إن الله يرزق من يشاء بغير حساب أن يفعل ما يشاء ولكن لما جاء جبريل وهي قد خرجت من بيت المقدس لبعض حوائجها فهي رأت جبريل فقالت أعوذ بالله منك إن كنت تقية قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية أنا مرتل من الله لأهب لك الغلام فهي تسأل عن السبب فتقول من جبريل أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر لست متزوجة ولست زانية فما يأتي الولد إلا بالزوج أو بالزنا ولكني أنا لست متزوجة ولست زانية فكيف يأتي الولد قال كذلك الله يفعل ما يشاء أيضا هي سألت عن السبب فسيتعامل الله معها بالسبب كما هي سألت عن السبب هذه رحمة الله ومن خلاله يعتبر أن الله سألت عن السبب فكيف يؤمن الله سألت عن السبب الله تعالى الله تعالى akan balikan perasaan itu pada kita bila kita meyakini bahawa Allah تعالى menyangka bahawa Allah تعالى memberikan rezeki mesti ada asbab maka Allah تعالى menutup kita untuk buat asbab juga akan tapi bila yakin kita pada Allah تعالى bahawa Allah تعالى berkuasa berizeki tanpa asbab maka Allah تعالى memberikan rezeki tanpa asbab juga bagaimana Maryam belum lama beliau di dalam kamar dalam bilik tersembunyi tertutup beliau bisa mengatakan inna Allah yarzuku mannyasya ubi ghairi isab ini Allah تعالى berikan rezeki pada siapa yang Allah تعالى tanpa perlindungan tanpa azal sama sekali begitu beliau keluar kemudian datang Malaikat Jibril alaihissalam maka beliau ketakutan siapa jangan kau dekat-dekat padam kalau kau orang yang bertakwa oh bukan sebenarnya aku adalah Rasul aku adalah utusan untuk apa memberikan kabar gembira akan adanya seorang anak bagimu maka beliau terkejut seorang anak bagaimana aku akan melahirkan seorang anak sedangkan aku ini belum pernah disentuh oleh laki-laki manapun menikah tidak berjina apa lagi maka yang terfikir oleh beliau adalah orang akan punya anak kalau punya suami atau berjina jagat kedua tidak tidak pernah terjadi pada diri bagaimana akan ada anak berjina laki-laki laki-laki الله جل جلاله الآن طالبها بالأسباب الرزق كان ينزل إليها من غير تكلف الآن لا يأتيها رزقها إلا بالتكلف الآن لما جاءها المخاض إلى جدع النقلة الآن يا مريم هزي إليك بجدع النقلة الله قادر نزل النقل أن نعلم الأسم والرطب بغير هز ولكنها لما طلبت السبب طالبها الله بالسبب أي رزقك لا يأتي إلا بالسبب أن هزي إليك بجدع النقلة تساقط عليك رطبا جلية أصبح الرزق يأتي لها بسبب ولولا بسبب يسير لأنها قالت أنها ولما طلبت السبب طالبها الله بالسبب وإذا نأمر طالبنا الله دائما بالسبب فالله يجعلنا نتعف بالأسباب ولا ننص إلى المثبب سبحانه وتعالى ونرتاح في هذه الدنيا الله أمال مقا هو beliau yang sebelumnya quando di kamar tidak pernah berpikir tentang asbab Allah halawah berikan risultat tanpa asbab kemudian quando diberitahu bahwa akan diberi anak maka beliau berpikir adalah asbab maka setelah itu fa'aja'ahl ma'awthu ila jiza'in nakhlaf maka rasa sakit akan melahirkan membawa beliau untuk mendekat pada tonggak kurma kemudian beliau merasa lapar maka yang sebelumnya Allah Salah berikan riski tanpa usaha sedikit pun setelah kejadian beliau bertanya-tanya bagaimana seorang anak lahir tanpa suami, tanpa perizinaan berarti masih merasa ada perlunya asbar, maka sekarang pas kalau beliau perlu risiko, Allah Ta'ala putuskan dengan asbar juga gerakkan gerakkan batang pohon kurmai maka akan menjatuhkan padamu buah-buah kurma yang basah yang masih segar kapan ini? setelah yang asalnya tanpa asbab sudah tidak berfikir asbab sama sekali ya resiko menyesa maka setelah berfikir asbab, Allah Ta'ala minta asbab juga maka dengan pula kita hari ini bila kita merasa bahwa perlu asbab, harus ada asbab harus ada asbab, maka Allah Ta'ala buat kita tenggelam-gelam asbab, sampai akhirnya kadang lupa pada pemberi asbab pada Rabul Asbab subhanahu wa ta'ala maka Allah Ta'ala sangat menginginkan bagaimana orang yang mengajak orang yakin pada Allah subhanahu wa ta'ala ini lebih yakin pada Allah subhanahu wa ta'ala kadar kesehatinan melebihi kepercayaan ini pada akhbar sebab dia mengajaknya pada Allah bagaimana mengajak yakin pada Allah sedangkan dia sendiri yakin pada selain Allah mengajaknya pada Allah yakinnya juga kepada Allah bukan berarti kita tinggalkan asbab semua sekali itu pun perintah Allah Ta'ala berjalalah karya di ujung-ujung di penjuru-penjuru bumi makalah rezekinya, ada perintahnya dalam beribadah pun kita diseritakan untuk ambil asbab tapi khusus untuk tak kala kita berdakwah tak kala kita berdakwah mendaknya kadar keyakinan kita kadar ketawajuan kita pada musambibul asbab pada rambul asbab jauh melebihi daripada ketawajuan kita pada asbab-asbabnya jauh melebihi daripada untuk urusan ibadah ini Allah SWT membenarkan asbab asbab yang sesepat mungkin untuk menyelesaikan urusan ibadah ini bahkan dan kena tak kala Allah SWT hendak memberikan perintah salat maka Allah SWT memberikan asbab perjalanan yang begitu tepat sehingga dengan buruk yang begitu tepat ini dari Mekah kemudian ke Baitul Maqdis sampai melewati tujuh lapis langit begitu tepatnya sehingga tempat duduk Nabi SAW setelah kala ditinggalkan itu begitu beliau kembali tempat itu masih hangat karena begitu tepatnya berjalanan ini supaya ibadah ini segera tertunaikan Allah SWT berikan asbab yang paling cepat tapi untuk dakwah Allah SWT tidak berikan asbab-asbab seperti itu supaya apa? supaya tidak tahu juga pada asbab tapi yakin pada musambibul asbab pada rambul asbab mirip yakin 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 ullah yakin الله قادر أن يأتي له بالبراء يأخذه من مكة إلى المدينة قادر أن يرسله إلى المدينة على طرف ريس جبريل بجبريل يأخذه إلى المدينة قادر جل جلاله أن يرسل النبي مثل ما عمل الذي عند سليمان قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرسد إليك طرفه الله قادر يجعل النبي يذهب من مكة إلى المدينة بأسرع وسيلة ولكن أراد أن يعلم الأمة اَنَّ جُوَدَتْ دَعْوَىٰ لَيْسَ فِيهِ أَحْجِرَةْ وَإِنَّمَا فِيهِ تَوَقُّلٌ وَيَقِينٌ وَحَرَكَةٌ بِمَا يُرِيِّهُ الْلَهُ سُبْحَانَهُ وَسَعَالَىٰ مقا dalam باعة نية yang sangat dipilihkan adalah يَعْقِين وَحَرَكَاءٍ الله سَعَالَى صَلَلَّهُ تَعْقَى بَجَمِنَا حِضًا سَبْحَانَا حِضًا ودنا sprechen. مستمر للدك. مستمر للدك للقاء والآهر. مستمر للدك للقاء وال거든요. مستمر للقاء على رسول الله . أبداً لك انت مستمرين للقاء في الناس للقاء. سَنْقَيْهَا الدُّاءَ الْقَالْسَ الْأَرْضِاءُ سَنْقَيْهَا نَبِيANNA لَقِيْهَا سَنُونَ مستمر mengenai برشد للقاء بالدك للقاء والآهر لكن الله تعالى سَنَتَى سَنَتْحِدشَ الله سعال يُعلان أسباب-أسباب اسبابهم سُمُّوا لعبارة 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 بحيث أنه يهم خارجة مهم 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 يعلان يهم وهم دمنا عراها الله تعالى لذلك أول درس من دروس اليقين هؤلاء المشركين بالخارج شبابا كل منهم ما يمسك سيفا لماذا يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم والله يعلمنا درس اليقين الآن النبي يخرج من بيتي وهم بالخارج يقفون والله جل جلاله يقول لنا مبينا عن اليقين وجعلنا من بين أيديهم تدها ومن طلفهم تدى فأغشيناهم فهم لا يوقرون يقين أنهم موجودين ولكن الذي عمى أبطارهم هو الله جل جلاله فاليقين أن الله جل جلاله يحميك إذا أنت تدعو إلى الله بيقين الله يحميك سبحانه وتعالى لأنك تتكلم مع من وتتكلم عن من عن الله جل جلاله فكان أول درس أن اليقين لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي وهم واقفون وسيوفهم معهم ما استطاعوا أن يروا لأن هذا يدرس يقين أن الجلج إلى الله تحتاج إلى يقين أن الله سبحانه وتعالى 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 Dengan pedang terhunus Bagaimana kejadiannya nanti Maka Allah SWT berikan pelajaran Bahwa itu selesai dengan Yakin pada Allah SWT Maka Allah SWT Sirmankan oleh Al-Quran Dan kami jadikan Di depan mereka penghalang Sehingga kami selimuti mereka Dan mereka tidak melihat Maka Setelah berjalan seperti ini Yakin pada Allah SWT Sebab ini dakwah untuk siapa Untuk Allah SWT Mengajak pada Allah SWT Berbicara atas nasib Maka Allah SWT Maka Allah SWT Berkuasa untuk melindungi Untuk menutupi Untuk membutakan Setelah Allah SWT Maka itulah Allah SWT Ajarkan pada umat ini Bahwa dalam dakwah yang sangat Dipentingkan adalah yakin pada Allah SWT Bercerai diri pada Allah SWT Tawakal pada Allah SWT Tawakal pada Allah SWT Tawakal pada Allah SWT Terima kasih telah menutupi Tawakal pada Allah SWT Tawakal pada Allah SWT Tawakal pada Allah SWT Mengajarkan Bagaimana supaya Asbab yang dia ambil ini pun Jangan sangat diyakin Sehingga Setelah Rasulullah SWT Dan Syedina Abu Bakar Siddiq Di dalam gua Dan orang kafir Mereka sampai akhirnya Betul-betul berdiri di mulut gua Maka terjadi Maka terjadi ketemasan Dalam hati Tawakal Siddiq Bukan khawatir Atas diri beliau sendiri Bukan Yang dikhawatirkan adalah Rasulullah SWT Ya Rasulullah Bagaimana keadaan kita Seandainya mereka Menelihat ke bawah Kemudian melihat kita Bagaimana kita Maka Rasulullah SWT Ajarkan Pada Tawakal Siddiq R.A Wahia Abu Bakar Apa persangkaanmu Dengan dua orang Yang dikhawatirkan adalah Allah SWT La tahzan Inna Allah Ma'ana Jangan kau khidih Sebenarnya Allah SWT Beserta kita Tidak mengatakan Beserta aku Tidak Nabiullah Musa A.S Setelah Jutus oleh Allah SWT Bersama Nabiullah Harun A.S Maka Allah SWT Memangkan Inna ni Ma'akuma Sebenarnya aku Beserta kalian berdua Karena kedua-duanya adalah Nabi Sedangkan ini Sayyidina Al-Bukar Siddiq Raja Allah SWT Adalah bukan Nabi Tapi Allah Rasulullah SAW Sertakan Bahwa beliau pun Menerhatkan Ma'ayatullah Mendapatkan Kebersamaan Allah Maka ini Beri pelajaran Pada umat Bahwa ma'ayatullah Kebersamaan Allah Bukan khusus Untuk Rasulullah SAW Saja Akan tapi Untuk Rasulullah SAW Dan setiap orang Yang mengikuti Usaha Rasulullah SAW Darulillin Zalu N Krsna Adalah لم يقولوا أننا نستجه إلى البشرية وإنما دائما قالوا ربنا الله دائما دعوة إلى الله دعوة إلى الله ماذا يأتي بعد ذلك يأتي باستقامة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إذا لا تقول ربي الله لا تستقيم الله بيّن أن قالوا ربنا الله بعد ذلك استقاموا على أنه ربنا الله كلما قالوا لنا الإنسان نقول الله قالوا المخلوق نقول الخالد قالوا الأسباب نقول المسبب قالوا الرزق نقول الرزاق كلما قالوا ربنا الله استقاموا على ربنا الله بعد ذلك تكون النتيجة نتيجتهم أنه يبشرون هذا رحمه الله ما كان ذلك تقام منك اليقين هذا برحامة Dan kita istiqamah Jalannya adalah dengan kita berdakwah kepada Allah Mendakwakan kehidupan Allah Bagaimana Allah sana firmankan dalam Al-Quran إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ Semuanya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah Selalu mendapatkan kebesaran Allah Mendakwakan kehidupan Allah Menyampaikan kehidupan Allah Setelah orang-orang menceritakan kehidupan Selain Allah Maka dia menceritakan kehebatan Allah Setelah orang-orang tawajuh pada asbab Maka dia bicarakan Rabbul Asbab Setelah orang-orang bicara tentang makhluk Maka dia bicara tentang kakholik Setelah orang-orang berbicara tentang riski Maka dia berbicara tentang pemberi riski Bila dia selalu berbicara seperti ini Maka yakinya akan terjaga Dan dia akan istiqamah Dengan selalu mendakwakan Kebesaran Allah Ta'ala inilah Yakin selalu meningkat Dan dia akan istiqamah Sehingga Allah Ta'ala perdemankan Kemudian Kemudian dia istiqamah Bila dia telah melakukan itu Dia selalu dakwah pada Allah Allah berikan yakin Allah berikan istiqamah Kemudian Allah Ta'ala berikan kabar-kabar gembira Mata-kabar gembira Mata-kabar gembira ألا تخافوا ولا تحذنوا وأبتروا بالجنة التي كنتم توعدون نعم بالدعوة ماذا نقول الله الجنة النار نتكلم على الغيب على الغيب على الغيب فنحن ننتظرين الجنة فلذلك لما يأتي وقت الملائكة نحن لذلك لما لا نخاف لأننا قلنا ربنا الله ربنا الله ربنا الله فَكُنَّا ندعو إلى الله ما كُنَّا ندعو لأمكُسِنَا وما كُنَّا ندعو للنّاس وإنما كُنَّا ندعو إلى الله فَكَدَا جَاءَتِ الملائكة تُبَشِّرُنَا لَأَنَّهَا رَأَثْنَا أَيْنَ كُنَّا وما أَكْمِنْ كُنَّا لَأَنَّا الْمَلاَيْكَ تَحْضُرُ مَأَنَا وَشَارِفْ وَلَقْرُوا بِعِيِّ وَاْكَ إِلْكَةُمْ نَعَى حَلَى رَحِمَّكُمُ اللَّهِ مَقَا عُرَانْ يَمْ بَرْدَعْوَى إِسْتِقَوْمَهِ تِدَعَلَيْمَ كَتَقُسْتَطُونَ تَدَعَيْمَا 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 سَبْتِي أَعَيْمَا تَدَعَيْمَا مَتَعَيْمَا أبه؟ يعني أنه لا يكتفهم لن يكتفهم من اخبار اسم العقابة لكن يتجاه فأنت وأنه هنا يكتفهم فأنت فيه كل مرة لا يكتفهم لماذا؟ فأنت وقته تفتليب يتجاهد خبار أمث Biology ستنظل عليهم الملائكا فأنتم إلى ملائكا Untuk apa? أَلَّا تَحَافُ Jangan kalian takut وَلَا تَحْزَنُ Jangan kalian sedih وَأَبَا شِرُ Berikan Terimalah khabar gembira بِالْجَنَّةِ اللَّتِي كُمْ تُمْ تُوَعْدُمُ Dengan surga yang telah dijanjikan pada kami Maka orang terkenal banyak berdakwa Dia bicara tentang Allah Kebesaran Allah Kehebatan Allah Cerita tentang surga Cerita tentang neraka Apa yang ditakuti? Dia justru menunggu-nunggu Kapan masuk surga Karena tiap hari itu yang dibicarakan Tiap hari kebesaran Allah yang dibicarakan Tiap hari surga yang dibicarakan Tiap hari akhirnya yang dibicarakan Maka dia menanti-nanti Kapan saya pun akan sampai ke sana Sehingga pas kala datang kematiannya Datang malekat padanya Menunjukkan Kamu ini siapa? Dari mana mau kemana Dibukakan semua Gambaran-gambaran surga Siapa yang ketatikan? Dia malah gembira Pas kala datang kematian padanya Al-Malaiqa Tepun Nihun Auliyahukum Dائma Al-Muala An-Yekun Al-Insan Aul-Shakus Yekun Bajar Al-Malaiqa Tepun Allah yubain Nihun Auliyahukum Al-Malaiqa 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 Tak kala dia Selatuh Berapa? 70 ribu Malaiqa Menyertai Kita di majlis Seperti ini Malaiqa Bersusun-susun Sampai ke langit dunia Malaiqa Selalu bersama kita Menemani kita Sehingga Tak kala orang yang Isi komah ini Datang kematian padanya Maka Malaiqa Akan mengatakan Apa yang kamu takutkan? Kamu tidak perlu takut Tidak perlu khawatir Tidak perlu temah Sebab Aku selalu melihatmu Selalu dalam keadaan Yang Allah Rizu padamu Aku selalu melihatmu Berada di tempat-tempat Yang Allah sukai Aku melihatmu Selalu menjalankan Perintah-perintah Yang Allah Berikan padamu Maka kamu tidak perlu takut Apa yang kau takutkan? Itu di dunia Wafil asrah Dan di akhirat Kamu berikan Lihatmu Lihatlah Allah أول Biyen lana Husun khatimah Lada'i Biyen lana Ayan yukun Lada'i Wabat dahlik Biyen lana Wazifat lada'i Ma bayen lana Wazifat lada'i Aولا Wain Ma Ola' Biyen lana Al-mai'data Lati'i Ata'ahaa Allah Lada'i An-ul-mai'i Ayan Biyen lana'i Biyen Ayan Ayan Nuzul Lada'i Biyen بيّن وظيفة الداعي فقال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله أول قال هذا الاستقام على قالوا ربنا الله وماذا عملوا بعد ذلك قال هذه وظيفتهم أنهم كانوا يقولون دائما قالوا ربنا الله هذا ولا منهم قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله بعد ذلك الأعمال وعمل صالحا لم يبدأ بالعمل وإنما بدأ بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى dan Allah سبحانه وتعالى menjelaskan urutan ayat ini pertama yang Allah سبحانه وتعالى adalah bagaimana khusur khawatimahnya seorang da'i bahawa tak kala dia meninggal dunia dalam keadaan gembira dalam keadaan senang dalam keadaan senang dengan khusur khawatimah kemudian dilajutkan dengan pemberian-pemberian Allah سبحانه وتعالى pada دَعِي مَنْزِلَا bagaimana setelah itu derajatnya Allah baru Allah telah jelaskan apa tugasnya وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ siapakah yang lebih baik perkara katanya daripada orang yang mengajak kepada Allah siapa yang bisa mengatakan ini orang yang mengatakan رَبْنَ اللَّهِ سُمْرْ تَقَوْمُوا tapi inilah yang bisa melaksanakan tugas selalu mengajak orangnya pada Allah سبحانه وتعالى baru setelah itu وَعَمِلَ صَالِحًا dan beramal salat yang Allah s.a.kedebatan adalah dakwahnya dulu baru amal salat ini لماذا قدم Allah الدعوة على الأعمال أو الدعوة على العبادة هو أراد أن يعلمنا لأن الدعوة تأتي بالعبادة وليست العبادة تأتي بالدعوة فنحن نؤذن ثم نصلي وليس نصلي ثم نؤذن لماذا الأذان قبل الصلاة قال لأن الأذان دعوة والله زل جلال جعل الأذان أولا ثم الصلاة أن يدعو الناس إلى العبادة نحن إذا أذننا بعدما ننتهي المؤذن نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة فالأذان دعوة والصلاة عبادة فالعبادة تأتي بعد الدعوة ليست الدعوة تأتي بعد العبادة لذلك نقدم الأذان ثم نؤخر الصلاة قال أيضا أننا في الدعوة ندعو إلى الله ونعمل صالحا فإذا دعونا إلى الله وعملنا صالحا أقمنا الشروط التي كانت في ديننا أن أول الدعوة ثم العبادة هذا رحمة الله لماذا الله تعالى دعوة ومن دعوة ومن دعوة ومن دعوة عبادة عمر صالحا سبب دعوة ومن 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 دعوة الشيطان اليوم لم يجعل الناس أن يدعو إلى الله لأنه عرف أن بالدعوة إلى الله يحارب هو لا يحارب بالعبادة إنما يحارب بالدعوة نفس الكلمة كلمة الله أكبر في الأدان في الحديث إذا أذن المؤذن هرب الشيطان وله ضرار إذا أذن المؤذن مجرد ما يقول المؤذن الله أكبر يهرب الشيطان لما نقول كلمة اللّه أكبر تَكْبِيرَةً إِحْرَامُ يَعْتِ الشَّيْطَانِ لماذا جاء في تَكْبِيرَةً إِحْرَامُ اللّه أكبر نفس الّفء وَاللّه أكبر الـ أدان حرق لأنّ اللّه أكبر في الأدان دعوة فَهُوَ يَخَافُ مِنْهَا أمّا اللّه أكبر في صلات وإبادة فَهُوَ لا يَخَافُ مِنْهَا بَلْ يَعْتِ الِوَتِ مكان ما فائد شباني السلام tidak suka Kepada orang yang berda'a Sebab dia mengerti betul Bahwa orang yang berda'a ini berarti Memerangi سيطان Berarti dia berperang dengan سيطان Sehingga diciptakan oleh Rasulullah S.A.W Tad kala muazzin mengumumandangkan azan Maka سيطان lari terbiri-biri Sampai terkentuk-kentuk Tad kala muazzin mengingatkan Allahu Akbar saja Baru satu kata itu Maka سيطان langsung lari pontang panggung Tad kala Allahu Akbar Lafad yang sama diucapkan dalam Tad kagbiratul ikhram Maka سيطان bukan lari malah datang mengganggu Kenapa? Kenapa lafad Allahu Akbar Dalam azan itu adalah da'wah Jakan Allahu Akbar Dalam solat dalam kagbiratul ikhram Itu adalah ibadah سيطان lari, سيطان takut Sikat berbenci dengan da'wah Tapi sekalian ibadah سيطان malah datang menyerang di dalam Tad kagbiratul ibadahul 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 Bahwa orang yang azan harus alim Harus punya ilmu terlebih dahulu Paham masail baru boleh azan Kemudian سيطان akan lari Tidak Siapapun yang azan Mau dia orang alim Mau orang bodoh Mau anak kecil Mau orang azan Mau orang Arab Orang awam Orang tidak tahu apa-apa Asal dia azan سيطان lari Tak disebutkan caranya orang azan Harus alim dulu baru سيطان lari Tidak ada Orang azan Sيطان lari begitu saja Tapi sebaliknya Setelah seorang ini sholat Dia seorang Alim 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 Allahu Akbar Dalam sholat Shaitan datang Shaitan tidak mengganggu Siapa pun Tidak pandai dulu Hanyalah Maka karena itulah Shaitan Berusaha bagaimana Umat ini Jangan berdakwah Jangan Berdakwah Yang biasa berdakwah Diburalkan bagaimana Sibuk dengan ibadah saja Sini ya sholat Bisa tertawa-tawa Tersenyum-senyum Karena tidak ada lagi Yang menyeranginya Karena Dakwah inilah yang membuat Dia ketakutan Lari terbiri-biri Al-Malaika Qalas Nahnu awliya'ukum Til hayati dunia Wafil akhir Al-insana da'iyah Di fadlillah Huala ya khafi Dunya Enda al-mawt Wala ya khafi Yoban qiyama Enda al-hitam Al-Malaika Daki jauh Yang ayat Daki Yang ayat Kami Allah Jala Jalala Say In Al-Malaika Yom Yawma Yawma En Yabshiruna On Yawma Mena Jalala 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 Yek Allah Jalala Jalala Dic Ad You ملائكة يعودون مرة أخرى الذين جاءوا عند الاحتضال ليطمنوه مرة أخرى ماذا قال عنه الله إن الذين سبقت لهم من الفسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حتيثها وهم فيما شهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون ما وعدناكم أننا نأتيكم في الدنيا ونأتيكم أيضا في الآخرة نعم جاءوا هذا يومكم الذي كنتم توعدون الذي وعدناكم أننا نأتيكم أنتم لا تخافون كم أنتم خبتم في الدنيا كم أنتم دعوتم الناس إلى الله في الدنيا كم أنتم رغبتم الناس في الخوف في الورجوع إلى الله في الدنيا فأنتم لا تخافون لأن الذي قال لا تخافون هو الله سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى وَعْدُ حَبْ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى حَنِ رَحِمَكُمُ اللَّهِ نَحْمُ أَوْلِيَاءُكُمْ كَمِي أَلَا سُكَسِكَ سُكَسِكَ سُكَلِيَانَ كَتَ مَلَيْكَانَ في حيات الدنيا dalam kehidupan dunia كَمَلَيْكَةً مَلَيْكَةً di saat orang begitu mengeri lupa pada siapapun sehingga orang yang berkesibur lupa dengan kasihnya kecuali orang-orang yang berkasih sayang karena Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى Allah berikan tempat khusus dari mimbar dari luk-luk yang penuh dengan nur yang Allah s.a. berikan tanggungan-tanggungan khusus pada mereka dan orang-orang seperti itu nanti di akhirat mereka akan dijauhkan dari kengerian hari siamat مَلَيْكَنَ أَمُوا عَدُونَ mereka akan dijauhkan dari itu bahkan mereka tidak mendengar suara-suara yang mengerikan di hari kiamat itu dan bahkan mereka bersenang-senang selalu tenggelam dalam kesenangan-kesenangan hati mereka kemudian apa yang terjadi? وَتَتَلَقَوْكُمُ الْمَلَيْكَةً maka mereka akan datang menyambut mereka akan menjadi istikbal mereka akan menemani mereka dan mengingatkan bahwa ini adalah hari yang telah dijajikan pada kalian sebelumnya bahwa kalian tidak perlu takut pada hari ini حَدِرْهِ مَلَيْكَ أَمُوا عَدُونَ sebab orang-orang yang mengajak manusia pada Allah mereka sudah menderita di takut-takuti di dunia ini berapa banyak mereka diancam berapa banyak mereka dihina karena Allah s.w.t maka disabut merasa perasaan terancam perasaan ketakutan di hari siamat dari mereka nanti ما بين أربع أصابه إلا وملك قائم وملك راتع وملك ساجد لله جل جلاله منذ خلقهم الله جل جلاله يعبدونه إلى أن تقوم الساعة ولما يقومون عند قيام الساعة بعد هذه العبادة يقولوا سبحانك ما عبدنا فحق عبادتك الله لو أراد عبادة فعنده ملائكة يعبدون هو لا يريد مننا العبادة وإنما يريد مننا أن نعرفه وذلك سبحانه وتعالى هذا ما أراده منا سبحانه وتعالى م何 uwagę إلا أن تحلم لأن صباح إلا إلا الله س Finding إلا الله سبحانه وتعالى إلا الله سبحانه وتعالى مق maison tryna كمهةthankicy في المستطilit إلا نعرف charged إلا الله سبحانه وتعالى mengejap mereka pada Allah سُوَنَهُ تَعَى سَنْكَ تُعَى Pada Allah Ta'ala Mereka beribadah Pada Allah Ta'ala Apa kita menyangka Allah Ta'ala perlu ibadah Mereka perlu ibadah Kita tidak Sama sekali tidak Allah Ta'ala tidak perlu Kita tidak perlu Ibadah kita Tidak perlu mereka Tidak perlu ibadah mereka Allah Ta'ala tidak perlu Siapa-siapa Allah Ta'ala tidak perlu Siapa-siapa Rasulullah S.A.W. Berceritakan Bagaimana Langit ini Berjelit Seperti Seolah-olah Suara berita Kursi atau ranjang Yang memuat Beban yang begitu berat Dan memang Sudah sepantasnya Lagi untuk berderis Tidak ada tempat Yang sama Besarnya Dengan empat jari Kecuali Di situ ada Malaikat Yang rukuk pada Allah Yang sujud pada Allah Bertasbir pada Allah Memuji Allah Sejak diciptakan Sampai hari kiamat nanti Dan setelah kiamat itu pun Mereka akan mengatakan Ya Allah Kami belum ibadah Sebab ke mana Hakmu untuk disembah Itu badan mereka Apa arti ibadah Kita dibanding ibadah mereka Tidak ada artinya Semua sekali Tapi Allah Perintahkan kita Untuk berda'wah ini Adalah Allah Ingin memberi kita Ingin memberi Bagaimana kita Allah Ingin dikenal Dan ingin Supaya Manusia inilah Yang mengenalkan Manusia pada Allah Bagaimana Bagaimana Marika Mereka 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 Allah Bagaimana Manusia Ini Allah Tidak ada Kitab Kitab Mereka Allah Kitab Tidak Allah Bagaimana 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 Kulla Asbab Al-Iqab Wa Kulla Asbab Al-Khatab Lianna Al-Iman Hual Lidha Al-Yum Al-Um Maka Da'wahnya Ada dua Da'wah Iman Dan Da'wah Islam Yang Asas Sebenarnya Adalah Da'wah Islam Mengajak Orang Untuk Masuk Islam Itu Yang Sebenarnya Da'wah Yang Sebenarnya Seperti Itu Yang Mengajak Orang Pada Islam Akan Tapi Kenapa Kita Da'wah Iman Terlebih Dahulu Sebab Da'wah Islam Dilaksanakan Setelah Ada Iman Dan Orang Dalam Kekukuran Maka Dida'wah Supaya Masuk Islam Tapi Hari Ini Kita Kehilangan Iman Orang Yang Mesti Punya Iman Ini Kehilangan Iman Maka Untuk Itulah Sebenarnya Maksud Kita Kadang-kadang Orang Bertanya Kalau Da'wah Kenapa Seorang Sesama Muslim Kenapa Kita Da'wah Orang Muslim Bukan Mengajak Mereka Masuk Islam Bukan Tapi Mengajak Bagaimana Iman Yang Dulu Ada Di Zaman Orang Orang Kita Kembali Lagi Di Hati Kita Allah S.A. Perintahkan Wahai Orang Beriman Beriman Dalam Ayat Lain Supaya Bertambah Iman Mereka Berserta Iman Yang Mereka Kita Dibentahkan Untuk Menambah Iman Kita Tak Kalau Iman Kita Ada Maka Allah S.A. Akan Hilangkan Sebab Turunnya Bentana Sebab Turunnya Musibat Allah S.A. Hilangkan Semuanya Orang Mengamalkan Agama Maka Waktu Itulah Kita Akan Mengajak Orang Orang Baru Masuk Kedalam Islam Al-Fati Al-Aman Al-iplin Al-Qizz 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 原 Al-Qizz لا هل لأمة اليوم في رفعة لا هل الأمة اليوم في أخلاق لا هل الأمة اليوم في حق لا لأنها ضيعة الإيمان فنعود مرة أخرى لندعو إلى الإيمان نخرج بدód الحصول على الإيمان لأن الإيمان لا يأتي إلا بالحركة الذي يظن أن الإيمان يأتي هكذا بالقول لجاء للأعراب العراب كان يظن إن الإيمان بالقول فالله بيّن قالت الأعراب آمنا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَاكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدُخُلُ الإيمان لابد أن يدخل أولا في القلب إذا دخل في القلب وتحصل على القلب بعد ذلك ترى أعمال الإيمان حقيقية في هذه البشرية حَنَّا رَحِمَا سُمُّ اللَّهِ مَقَا دَنَنْ كِبْتَا مَنْدَوَاكَ الْإِمَان إِمَنْ إِمَنْ أَنْ مَسُقْ دَلَمْ هَتِي كُبْتَا dan akan masuk dalam hati orang-orang lainnya dan inilah yang sudah lama hilang dari umat ini Allah Ta'ala terangkan dalam Al-Quran bahwa janganlah kalian merasa hina janganlah kalian merasa sedih dan kalian adalah orang-orang kalian yang paling tinggi dengan syarat apa? bila kalian adalah orang-orang beriman dalam ayat lain Allah Ta'ala firmankan dan sekali-kali Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan memberikan jalan bagi orang-orang kafir untuk mencelakakan orang-orang mu'min tapi kapan hidup? dengan iman dan Allah Ta'ala berjanji kami, sungguh kami akan menolong rusul-rusul kami dan orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia dan di hari takkelas faksisasi berdiri itu jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Ta'ala tidak mungkin mengikari janji tapi bila kita lihat kenyataannya apakah kita mencari-cari oleh Allah? belum apakah kita sudah mendapatkan tempat yang paling tinggi? belum kita sudah mendapatkan kemuliaan? belum juga kita sudah mendapatkan keamanan? belum juga kenapa sebabnya? karena syarat yang Allah Ta'ala berikan belum kita penuhi apa syaratnya? iman bila iman telah masuk maka amal akan ada Allah Ta'ala akan penuhi semua janjinya dan untuk dapatkan iman ini mau tidak mau harus ada pengorbanan harus ada gerak tidak cukup hanya dengan duduk begini mendengarkan bayan kemudian selesai dengan kajian kemudian selesai iman datang? bukan tidak cukup dengan pembicaraan? tidak itulah bersama orang-orang Arabi orang-orang Badui datang kepada Rasulullah SAW mereka datang mengatakan kami telah beriman orang-orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman maka Allah Ta'ala berindahkan Rasulullah SAW mengatakan kalian belum beriman tapi katakanlah kami telah masuk Islam baru masuk Islam saja kenapa? karena iman belum masuk ke dalam hati kalian maka iman tidak cukup dengan diusapkan tidak cukup dengan didengarkan tapi dimasukkan dalam hati baru nanti akan memunculkan amalan-amalan dalam kehidupan dan impian dua Allah berhati-tah jel-jelal-а-tah jel-jelal-a-tah النور لا يأتي إلا بالحركة والمشي الرزق وهو مقصود نمشي له طباحا مساء كلنا نمشي للرزق ونقول الله رزاه ولكن لا بد من الأسباب وإذا أردنا الإيمان يا شيخ لا تتكلم عن الإيمان فالإيمان موجود في القلب وكيف يزيد؟ يزيد بالقراءة كما أن الرزق زاد بالحركة والجهد الإيمان لا يزيد إلا بالحركة والجهد بالخروج بسبب الله التحرف لدين الله يأتي الإيمان الله يقول كان ميتا فأحيينا وجلس وجعلنا له نورا يمشي لأن هذا النور هو نور الإيمان وكيف يزيد؟ بالحركة بدون حركة ما يزيد حذر رحمكم الله وكيف يزيد بالحركة والجهد؟ لا يزيد بالحركة والجهد لا يزيد بالحركة والجهد يزيد بالحركة والجهد ان كان نظر لماذا قد يكافر لا تدري اوقات الحرار من الله يجنك دراد الله يجب تراد يجب بحرار يجب ترده الله يجب أن يجب بحرار من الله وإذا كان الحرار مال LISA فإذا وجهنا حدث عبدا ورزق لدنيا إلى ما قبل الموت والإيمان للآخرة إما بعد الموت نحن الآن دام بحثن على الرزق الذي قبل الموت ونسين الإيمان الذي بعد الموت ونريد جنا وعرفة السماوات والأرض بيت في الدنيا كم يكلفنا جنة أرضها السماوات ماذا تريد تريد منا كلام لو كان المسألة كلام لكان كلنا تكلمنا ودخلنا الجنة ولكن الجنة ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة الجنة لها مشمرين الصحابة قدموا أرواحهم ماتوا من أجل الجنة من أجل الله جل جلاله فقدموا أرواحهم لله نحن حتى أوقاتنا مستطعنا أن نقدمها لله ونقول يا رب نريد منك الجنة إذا سألت إنسان لماذا لا تقدم وفق تخرج بسبيل الله قال أنا مشغول لم أقضى بعد لما أكون فارغ أخرج بسبيل الله ستخرج من الدنيا ولكن ستخرج إلى الله جل جلاله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون كلنا راجعون ولكن راجع بخير وراجع بدون خير فالخارج بسبيل الله هو راجع بخير كما سمعنا أن الله جل جلاله يبشر عند قروج روحه وهذا يقين وهذا كلام الله لأن القرآن كله دعوة ما نزل القرآن لنتسلى به وإنما نزل لنتعلم كيف أصول الدعوة من القرآن والله ما قرر في القرآن بشيء فمن مستعد يخرج في سبيل الله ليتحصر على الاستقامة ويتحصر على الإيمان ويتحصر على الإيمان ومن مستعد يخرج في سبيل الله هذا رحمه الله رزكي diperjuangkan دirimati hanya sampai batas kematian karena itu tidak bisa diapa-apakan وامقا لي repaired فإن رأيت في سرحه لن أن نقل العالم شكر وما הוא لناس ، لا توجد رحين ومسارة الخروج وقت 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 المحور يدي ولا عمير وقت وقت إذا سيكون فهم جدًا حيزر رحمكم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم سيجعل في صيف الله هو مال ما هو مال في صلة الله ليست مال في الصلة الله ليس قليل إني صلى الله ليس قليل ان الله هو قليل على صباح صلى الله أنت أطلبهم أن يحضروا تخintellات الكرضى في عملاء شخص تهورة الدنيا Kita bagaimana Untuk rumah kita Untuk pekerjaan kita Kita bisa korban Untuk Allah Untuk asal Kita katakan Maaf saya siapa Tidak punya waktu Kita tidak keluar Dan Allah Suatu saat pasti Kita akan keluar dari dunia Setiap jiwa Akan dipenuhi Ganjaran yang cukup Sebagaimana mereka amalkan Dan mereka tidak akan jilalim Maka semuanya akan kembali Akan kembali membawa Penghasilan masing-masing Apa yang dibuat di dunia Yang berkorban Kana Allah Dizial Allah Dia akan pulang Bawa kebaikan Pada Allah Hadir rahimah Seandainya Surga cukup dengan Pembicaraan Sudah kita mendengar semua Bicara semua Masuk surga semua Tapi ternyata tidak begitu Para sahabat tidak seperti itu Mereka menyingkinkan lengan Mengorbankan nyawa Mereka merupakan semuanya Untuk Allah Membeli surga Allah Menanggalkan Allah Kita tidak diminta setinggi itu Kita hanya diminta waktu kita Siapa-siapa berikan waktu insyaAllah Silakan 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 Berdiri insyaAllah Silakan Bagaimana kita yakin Jangan sebeg kalah dengan seorang wanita Hajar alaihassalam Beliau ditinggal Nabi Allah Ibrahim alaihassalam Yakin pada Allah Allah tidak akan menyayakannya Maka Allah ta'ala lindungi Silakan InsyaAllah Silakan Boleh hadirin Yang sudah berdiri Jangan duduk lagi insyaAllah Yang niat India Baksan Bangladen Langsung catatkan Ketim Taskil di atas Dan yang niat negeri jauh InsyaAllah Langsung Ketim Taskil Di ruang Taskil Dengan Bambu Farah Silakan Bismillah InsyaAllah Yang sudah berdiri Langsung catatkan Jangan duduk lagi MasyaAllah Langsung berdiri Langsung catatkan Namanya InsyaAllah Boleh berdiri insyaAllah Bismillah InsyaAllah Langsung catatkan Namanya Jangan duduk lagi InsyaAllah Kita niat Doa pada Allah S.W.T.A. Boleh Pak Bismillah Assalamualaikum